اشتركوا في القناة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء في هذا البرنامج نفتح الأبواب والنوافذ لاستقبال اقتراحاتكم آرائكم ملاحظاتكم ما بقول شكاويكم ولكن كل ما له يعني من جانب يمين يسار ممكن أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي وفي دولة الإمارات وتطوير خدمات هيئة الصحة فالمجال مفتوح جدامكم يمكنكم الاتصال بنا على الأرقام 600551414 أو عن طريق الرسائل النصية على الرقم 4006 مثل ما عودناكم نبدأ البرنامج بسلسلة من أهم الأخبار التي زودتنا بها الصحف المحلية ووكالات الأنباء العالمية أول خبر عندنا صحة دبي تؤهل ممرضات العناية الحرجة بالخدج نظمت هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع جمعية التمريض الكندية وجامعة ميقل خلال الفترة من الرابع وحتى السادس من أكتوبر الجاري برنامجا تدريبيا لممرضات أقسام العناية الحتيثة بالأطفال الخدج بمستشفيات الهيئة وأكدت عايدة أبو نعاج مدير إدارة التمريض بمستشفى لطيفة أهمية البرنامج الذي نظمته إدارة التعليم الطبي بالتنسيق مع إدارات التمريض بمستشفيات الهيئة بمشاركة 90 ممرضة أيضا من ضمن الأخبار اللي عندنا دراسة طبية ألمانية حديثة علاقة قوية بين الفيروسات والبكتيريا والاكتئاب أشارت دراسة طبية ألمانية حديثة إلى أن أسباب الاكتئاب لا تعود إلى عوامل وراثية أو نفسية فحسب بل تتعلق أيضا بأنواع من البكتيريا والفيروسات وما قد تقود معرفة تأثير الفيروسات على المخ إلى تحليل دوافع الانتحار اكتشف طبي في ألمانيا أن أسباب الإصابة بالاكتئاب لا ترجع إلى نوعية التربية أو الظروف النفسية التي يمر بها الإنسان أو العوامل عوامل الجينات وراثية فحسب وإنما أيضا لأسباب متعلقة بأنواع معينة من البكتيريا والفيروسات وكانت سيدة في ألمانيا تعتبر حالة ميؤوسا منها لمعاناتها الدائمة من الإرهاق والاكتئاب لدرجة أنها أقدمت فيها في عدة مرات على الانتحار وفشلت جميع الأدوية المعروفة في علاجها وجاءت الصدفة لتلعب دورها عندما أعطاها طبيبها المعالج كارل بيتشر من جامعة أولم مضادا حيويا بعد أن أظهر تحليل الدم وجود أجسام مضادة ضد نوع من البكتيريا العقدية وبداية التهابات عضوية وجاء توقع الطبيب في محلة حيث اكتشف أن المريضة تعاني منذ عامين من بكتيريا أدت إلى إصابتها بحالة اكتئاب وطرح بذلك نظرية جديدة تربط بين الأمراض النفسية وإصابة الجسم بالبكتيريا أو الفيروسات اليوم نحن حلقتنا نحن يعني بعد الفاصل إن شاء الله ما نتكلم عن الصحة النفسية بخبركم أنه بيكون معانا وأيضا من استقبل كذلك مداخلاتكم حول هذا الموضوع عموما في خبر آخر أو دراسة أخرى بيّن الدراسة إيطالية أن تناول الدهون المشبعة الموجودة في الأطعمة المقلية يؤثر سلبا على جزء من الدماغ يسمى يا رب أقولها صح هايبوثالاماس هايبوثالاماس بيقوم بضبط الشهية ويؤدي تناول وجبات غنية بالدهون المشبعة إلى إضعاف قدرة الدماغ على التحكم في العادات الغذائية بعد ذلك وهي السمى أساسية لدى من يعانون من وزن زائد أو من البدانة والسمنة وتوصلت أبحاث الدراسة إلى أن الدهون الجيدة مثل التي توجد في الأفوغاتو في زيت الزيتون والأسماك تساعد الدماغ على العمل بشكل طبيعي والتحكم في الشهية وضبطها أيضا أظهرت النتاج أن آليات العمل عمل الدماغ تضطرب فيما يخص التحكم بالشهية بعد اتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة ويلعب ذلك دورا هاما في زيادة السمنة والبدانة واقترحت الدراسة تناول مزيد من الدهون الصديقة والحد من الدهون المشبعة لضبط هذا الوزن كانت هذه أخبار سريعة على أهم الشغلات فيه عندنا مسج يقول شكرا للأخ عدنان من قسم الشكاوة في مستشفى راشد للتجاوب السريع أنا أيضا أضم صوتي لهذا المسج شكرا للأخ عدنان عدنان محمد هو من قسم قسم وصل صوتك صح؟ قسم وصل صوتك هذا القسم معني بمتابعة الملاحظات والشكاوة في كل الهيئة وأيضا كل الشكر لهذا القسم حقيقة للتعاون الكبير اللي يقدمونه معانا في لما نتواصل معاهم حول ملاحظات المستمعين وحول ملاحظات اللي تردح عبر وسائل الإعلام صباح الخير أخي محمود وفريق البرنامج أتمنى أن تكون قد استمعت لبرنامج السالف وما فيها أمس في نور دبي وإن لم تكن قد استمعت للبرنامج فأعتقد أن هناك تسجيل للبرنامج في نور دبي موضوع البرنامج أمس كان مهم جدا ومرتبط بهية الصحة في دبي خلنا إذا تقدر تختصر لي الموضوع بكون لك شاكر السالف وما فيها ونشوف إن شاء الله شو الموضوع أشواق حاولي شسمه تيبي لي نسخة من الحلقة مالة البارحة خلونا نسمع نشوف شو الموضوع أيضا أنا نسيت أرحب بفريق العمل يعني كل الشكر لفريق قسم الإعداد بإدارة التسويق والتصال المؤسسي وأيضا شكر كذلك لمخرجنا الكبير أيمن سرحيل وأشواق كذلك موجودة معنا عموما نروح على البيان الصحي من حاولنا أخذ لكم أحد الدراسات المنشورة في ملحق البيان الصحي وهذا الملحق اللي تتعاون في هيئة الصحة بدبي مع صحيفة البيان نتكلم اليوم إن شاء الله عن الشاي الأخضر شو رأيكم أظهرت نتائج أبحاث جديدة نمادة البوليفينول وهي مكون رئيسي في الشاي الأخضر يمكن أن تساعد في منع تمدد الشريان الأورطي البطني وهي حالة تتجلب تضخم الشريان الأورطي البطني حيث يتجاوز قطره أكثر من 50% من القطر الطبيعي طبعا عمل الباحثون على زيادة إفراز الإنزيمات التي تحفز تمدد الشريان ووجدوا أن الفيران التي شربت مادة البوليفينول المستخلصة من الشاي الأخضر قد تمدد لها لديها الشريان بشكل أقل وبحسب نتائج الدراسة التي نشرت في جراحة الأوعية الدموية فإن شرب الشاي الأخضر يؤدي إلى زيادة إنتاج مادة الإيلاستين حيث يعد انخفاضها السبب الرئيسي لتمدد الأوعية الدموية الشريانية للبطن وكذلك تمزق جدار الشرايين طبعا يصيب تمدد الشريان الأورطي البطني أو ما يعرف أيضا بأم الدم الأبهرية منهم بين عمر 65 و 75 وهي حالة أكثر شيوعا بين الرجال والمدخنين على وجه الخصوص وأوضح المؤلف الرئيسي لهذه الدراسة من جامعة كيوتو أن مادة البوليفينول الموجودة في الشاي الأخضر تجدد إنتاج الإيلاستين وهو البروتين الضروري لتقوية الشريان ونسيجه طبعا الشاي الأخضر فيه فوايد كثيرة لا أعتقد أن الوقت سألنا أن نتحدث عنها لكن اليوم نحن نتكلم عن موضوع جدا مهم هذا الموضوع أتمنى يعني مشاركتكم معانا فيها مستمعين يعني الموضوع متحدث عن الصحة النفسية وبيكون معانا الدكتور باسم حامد بدر أخصائي أول طب نفسي بمستشفى راشد وهذه الحلقة بتكون يعني احتفالية منا مقدما لليوم العالمي للصحة النفسية فبعد الفاصل إن شاء الله متواصل معاكم فابقوا معنا ولم صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معانا في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي طبعا مستمعين قبل الفاصل وعدناكم من الصديف معانا الدكتور باسم حامد بدر أخصائي أول طب نفسي بمستشفى راشد نتحدث اليوم عن الصحة النفسية دكتور أول شي صباح كله بالخير يا أهلا وسهلا كيف الصحة النفسية؟ بخير الحمد لله الحمد لله دكتور يعني رح ندخل في الموضوع على طول نحن يعني رح نحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية خلنا بهذه المناسبة في البداية نتحدث عن الصحة النفسية عن هذا المفهوم ونبسطة نقدمه بشكل بسيط للمستمع على أساس أن يعي عن ماذا نتحدث بالضبط هو في مبادئ رئيسية إحنا في دبي كما تعرف بالتوجهة الولادة دائما على أحدث الأنظمة ونحاول نكون دائما على أفضل المستويات العالمية في مجال الصحة النفسية الصحة النفسية مفهومها بالنسبة لنا هو مفهوم منظمة الصحة العالمية الصحة النفسية هي لا توجد صحة جسمية بلا صحة نفسية لابد أن يكون الإنسان صحيح النفس حتى يكون صحيح الجسد وبالعكس كذلك حقية كل إنسان يعيش على أرض هذه الدولة الكريمة المباركة في أن يعيش حياة سعيدة وأن تكون صحته النفسية على مستوى جيد الصحة النفسية مفهومها في حيات صحة دبي ليست فقط علاج الأمراض النفسية بل بالعكس الوقاية أيضا من العلاج من الأمراض النفسية ومحاولة محاربة ظهور المرض النفسي سواء كان مرض نفسي أو إدمان وحيات صحة دبي لها الكثير من الخدمات اللي بتحاول بيها إنها تقلل ظهور الأمراض قبل ظهورها عن طريق التوعية وعن طريق كثير من الأدوات اللي احنا بنحاول نعملها عن طريق الزمل جميل نحن ما نتحدث عن هذه الخدمات دكتور بشكل مفصل لكن يعني إذا ما تحدثنا عن الصحة النفسية فنحن نتوجه يعني للحديث عن الأسباب زي الوقاية من الأمراض النفسية وعلاجها أنت تحدثت أن الهيئة تقوم حاليا بجهود نحو تفعيل موضوع الوقاية من الأمراض النفسية فخلني تعرف على هذه الجهود أولا عشان أرجع للسؤال برضو الأول من ناحية الصحة النفسية ومفهومها المبسط للناس مفهوم الصحة النفسية هي كيف تعيش صحيح النفس صحيح النفس يعني كيف تعيش متأقلم مع مجتمعك قادر على العطاء والأخذ بعيد عن الأمراض ويكون عندك الوعي والفهم بأعراض الأمراض النفسية وأسباب الضغوط النفسية فتتحاشاها وبمجرد ظهور بعض الأعراض عليك أن تلجأ للطبيب أو للشخص اللي هو يقدر عنده العلم والدراية أنه يقدر يساعدك ده المفهوم العام والشامل للصحة النفسية حضرك بتسألني على الخدمات اللي احنا بنقدمها للتوعية احنا بنعمل من عدة سنوات على برامج لحاول نعمل أورنس في كل الهيئات الحكومية بنتعاون مع كل الهيئات وكل الجهات اللي ممكن يكون فيها مساعدة على سبيل المثال المدارس النوادي المصالح الحكومية مختلفة في توجهاتها الشرطة كل الجهات بنحاول نكون مساعدين معاهم بنشرح مفهوم الصحة النفسية بنحاول نعمل ندوات ونشرح لهم ونحاول برضو نحاول نبعث الناس من عندنا تكتشف بسرعة إذا كان فيه أي أمراض احنا بنعمل على استراتيجية شاملة دلوقتي للصحة النفسية تساعدنا على الاكتشاف المبكر الأورنس اللي هو توحد يعني مساعدة الناس على الاكتشاف وتوعية الناس بالحالة النفسية وبالمرض النفسي بالضبط دكتور يعني معظم الجهود العالمية التي قدمت في هذا المجال كانت تركز على الوقاية من الاضطرابات العقلية في سن مبكر وخاصة عنده الأطفال فالوقاية من الاضطرابات في عمر أبو بكر قد يقلل بشكل وبآخر يعني من فرص معاناة هذا الشخص مستقبلا من اضطراب لاحق أو كذا الآن دكتور يعني أنت في بداية الحديث أيضا تطرقت إلى مواضيع جدا مهمة في مسألة من خلال المفهوم الصحة النفسية أنا كشخص عادي كيف أعرف أن عندي اضطراب نفسي أو أنا أحتاج أن أخذ استشارة نفسية متى ممكن أحسنه؟ حقول لحضرك بمنتهاء البساطة أنت ممكن حضرك تحس أنك أنت عندك مرض عضوي إذا حسيت بألم في هذا المكان المعين حسيت أنك أنت مش قادر على الذهاب للعمل حسيت أنك مش قادر تأدي وظيفك الحيوية والعادية في أسرتك هنا يبقى يعني نخوص الخطر أو جرس الإنذار زي ما بيقوله نفس الكلام من ناحية الصحة النفسية إذا كنت أنا متأقلم قادر أتبادل مع الزملائي وأتبادل مع أسرتي وأتبادل مع أفراد عملي العمل الحب والعطاء وأدر أقوم بوظيفي النفسية الكاملة وأدي عملي مضبوط حاسس بسعادة داخلية جوايا حاسس بالمتعة في الوظائف اللي أنا بقى أديها أنا في الحالة دي في حدود الطبيحي لو حسيت بقى بأي خلل حسيت شوية باكتئاب حسيت شوية أن أنا مش قادر أقدي عملي كنت بقى كل أكلها معينة ما عادش عندي الرغبة والشهية للأكل كما كان نومي حصل فيه خلل شوية أفكاري بدأت ما تبقاش أفكار متوازنة بقيت أحس دايماً أن فيه ناس ضدي أو أن أنا مش بقى بتعامل بطريقة كويسة من الناس أو 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 طلع حاجات كتير ما عادش قادر أزبط بيسموها أو تصبيت المزاج بتاعي أن أنا في وقت أبقى سعيد جداً وقت أبقى حزين جداً وقت مضطرب وقت علاقاتي بقت غير سابتة صاحب الشخص ده النهاردة أكون كويس معاه بكرة أكرهه بعده أصاحب شخص داني المزاجي المزاج المتقلب كل دي عوامع معاني ونقاط معينة ممكن أنا أخدها عنها دي في طريقي إلى المرض النفسي لسا ممكن ما وصلتش لمرض كامل بس أنا بقيت على باب إن أنا يكون عندي أي مشكلة نفسية والأفضل إن أنا ألقى للأخصائي النفسي أو للطبيب النفسي في هذه اللحظة جميل طيب دكتور أنا عندي مجموعة مواضيع كذلك بطرحها خلال هذا الحوار لكن يعني منها بتحدث حقيقة عن الصحة النفسية في موقع العمل بتحدث عن الصحة النفسية في المنزل بتحدث عن الصحة النفسية حتى في الإسلام كذلك يعني هناك الكثير من هذا لكن يعني إذا ما تحدثنا عن السعادة النفسية بشكل عام كيف يمكن تحقيق هذه السعادة النفسية عند الإنسان العادي يعني أنا أتصور هناك يمكن حتى تخوف أو عدم وعي بأهمية وجود الأخصائي النفسي في حياة الإنسان يعني الواحد لما تقوله بيصير عند طبيب نفسي هذا مينون نعم هذا المشكلة الموجودة حاليا عند الناس مجرد أن أزور طبيب نفسي أنا عندي خلالي أنا مبصاحي ولا أنا خبلي يعني لهجتنا المحلية نقولها في الواقع هي ليست كذلك طبعا خلنا نتحدث الدكتور عن هذا المفهوم اللي موجود المفهوم العام عند الناس وأيضا كيفية تحقيق السعادة النفسية هو أولا مسألة المفهوم ده هو لما نتكلم عنه للأسف هو بيؤدي إلى إتعاس الكثيرين لأن أنا الكثير من مرضايا لأنهم مش عايزين يجوا قسم الطب النفسي في راشد أو يشوفوا طبيب نفسي أو أن شايفين وغدين مفاهيم خطأ سواء عن الطبيب أو عن الأدوية النفسية ممكن نتكلم فيها بعدين وكثير للأسف منهم حتى على مستويات عالية من التعليم والثقافة وناس مثقفين ومحترمين ولهم كل المعاذة ولكن عندهم الكونسبت أو الفكرة اللي هي مرتبطة بمجتمعاتنا العربية أن الطبيب النفسي ده ما اللي حيروح له ده إنسان مجنون والمفروض ما تكلمش معاه ولو الداني أدوية حستمر على أدوياته العمري ومش هتلع من عنده كل المفاهيم دي مترسخة في أزهنه فبدل ما يروح للاتجاه الصحيح يبدأ ياخد دورة في اتجاه خاطئ جدا أحيانا بعض المشعوزين أحيانا بعض الناس اللي هم غير مؤهلين للعلاج أحيانا استشارة صديق غير عالم ما عندهش الخبرة فممكن ينصحه نصيحة غير سوية وغير جيدة فإحنا جزء من التوعية اللي احنا بنعملها دلوقتي إن احنا نوعي الناس بخطورة وخطأ هذا المفهوم وضرورة اللجوء للطبيب النفسي جميل ناخد مداخل لدكتور بس بعد ذلك مع عمار عمار تفضل السلام عليكم صباح وخير جماعة يا هلا يا هلا عمار تفضل هو في عندي استفسارنا أو اقتراح بنفس الوقت مثل ما تكلمت أن سعادة المجتمع أيا كانت هذه المجموعة قد تكون في المنزل قد تكون في المدرسة قد تكون في محيط عمل ومثل ما تعرفون أن المدارس اليوم منذ ما وعينا نحن تحتوي ويكون فيها أخصائي اجتماعي مؤهل عند القابلية والقدرة والإدراك أي تحديات قد يوجد في المدرسة على غرار هذا المثال ليش ما يكون هناك أخصائي اجتماعي مؤهل من ذوي الخبرة في الشركات في محيط العمل هناك موظفين موارد بشرية لكن عادة ما يكونون أو يسترقدون هذين الموظفين إن كان فيهم أخصائي معين ذو وظيفة معين ومنصب معين إلى المؤهلات والكوادر اللي أهل أن يحل مشاكل الموظفين النفسية ومثل ما ذكرت أنت معظم الموظفين في أي مكان في أي وقت قد يصاب به إحباط نفسي قد يتطلب منه ويستدعي منه أن يزور الطبيب النفسي في عياده أو في مستشفى فبدل ما تتفاقم المشكلة وتوصل إلى ذاك الحد الخطير اللي قد يصعب العلاج فيها التشخيص يكون في محيط العمل يكون أخصائي اجتماعي في محيط العمل يساهم في مساعدة ومسعادة الموظفين غير البرامج الثانية ما يشوف البرامج الثانية مجذية بقدر ما يكون هناك أخصائي يدرك ويستوعب ويفهم التحديات النفسية اللي يواجهها الموظفين عمر يعني مداخلة جميلة وقيمة أنا أحييك عليها واسمح لي حين أخذ بو عمر بعد في مداخلة ثانية شكرا لك يا عمر الدكتور بس منأخذ بو عمر وما نطلع في الأصل بعدين من نتواصل مع المستمعين تفضل بو عمر سلام عليك يا هلا الله يبارك فيك أحييك يا دكتور بس عندي استفسار ممكن خارج النطاق بس أفسر من الدكتور أنا عندي ولدي كان نصاب عند شحنة كهربائية وكان يستخدم الدباكين الآن خلص من الدباكين بس عنده لازلت فرط الحركة الشديدة فما أدري هل المختص فيها دكتور نفسي أو دكتور عصابي خلص ممتاز واضح السؤال بو عمر تسمع الإجابة إن شاء الله أنا في السيارة وبنزل لحين الدوام ممكن جاوبني دكتور لو الله يعني أيمن تخلينا نجاوب عشان بو عمر هاي زين الله يعني الله يعني أوكي يا سيدي تسمع الإجابة خرج على بو عمر أهلا بو عمر سلامات على الولد ببساطة ابن حضرتك أكثر من 18 سنة إذا كان أقل من 18 سنة خليه يشرفنا في مستشفى راشد قسم الأطفال هما بيتعاملوا جيدا جدا مع الحالات زي ابن حضرتك وحيساعدوه كتير إذا كان أكثر من 18 سنة برضو إحنا عندنا قسم الغالغين في مستشفى راشد يشرفنا ياخد موعد وإحنا نتعوى الطبيب النفسي هو المتخصص بالتعامل معه وإن شاء الله أمور تكون زينا وتمان بي زميل يعني مش طبيب العصاب والطبيب النفسي اللي مختص فيه طيب عمر دكتور طرح موضوع جميل جدا يمكن سباقني فيه يتحدث عن الصحة النفسية في موقع العمل يعني موضوع جدا مهم فهو اقترح على غرار وجود خصائي اجتماعي في المدارس يكون هناك أيضا خصائي في موقع العمل والله إحنا طبعا اقترح مشكور إحنا نطالب كمان بقى خصائي نفسي يكون موجود وفيه دورات نفسية كمان فيه حضرك عارف دلوقتي كتير مشاكل العمل نتقى عن الاحتراق الوظيفي أو الوحد الضغط الوظيفي والاستريسورز الموجودة في العمل ففيه دورات المفروض حتى للناس اللي بتاخد مناصب أو لو كده يعني كلها اقترحات احنا بنخترحها على المسؤولين بحيث انها دي تأخذ في العين الانتبار طبعا اقترح رائع من الأخ أمر وأنا نفسي بضم صوتي لصوته وإحنا بنحاول في الوقت الحالي نعمل على حاجة زي كده يمكن الموارد البشرية ما تسمح لناش أن يكون في كل شركة صغيرة مثلا أو كده خصائي نفسي بس على الأقل ممكن نعمل دورات مجمعة للعاملين الموظفين حسب نوعيات وظائفهم ونعمل لهم دعم ونخلي طريقة التحويل أو مقابلة الأخصائي النفسي في مكان ما سهلة لهم فقدروا بسرعة يوصلوا للأخصائي النفس جميل دكتور أنا يمكن بركز على موضوع الصحة النفسية في العمل قبل نطلع فاصل يعني بس خلنا ناخذها باختصار ما هي أهم الأمور التي يجب علينا أن نعيها للخروج بصحة نفسية جيدة في موقع العمل مهم جدا في موقع العمل وضوح الرؤية لكل العمل لازم كل عمل موجود لازم يكون فيه وظيف واضح لازم يكون فيه ترتيب وظيف واضح أهداف للعامل ده هيقوم بيها مستقبل وظيفي لازم يكون عنده مستقبل وظيفي ولازم يكون عند الموظفين جميعا أو عند رئيسهم في العمل قناعة بأن المشاكل لا تنتج من الأشخاص ولكن المشاكل تنتج من السيستم فإذا كان العمل جوه سليم وصحي سيكون الأشخاص منتجين وحيطلع أفضل شيء ممكن من الأشخاص لازم يكون رئيس العمل عنده توجه أننا عايز أصلح من هم تحتي في المسئولية وليس أننا عاقبهم يعني التوجه العقابي في العالم ما بقاش هو التوجه السليم أكثر منه التوجه الإصلاحي جميل دكتور ما نطلع فاصل إن شاء الله وما نستكمل الحوار مع الدكتور باسم حامد بدر أخصائي أول طب نفسي بمستشفى راشد فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا للتواصل معنا على الأرقام التالية 600551414 أو عن طريق الرسالة النصية على الرقم 4006 فاصل وراجعين صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مسمعين الكرام ومتواصلي معاكم ومع الدكتور باسم حامد بدر أخصائي أول طب نفسي بمستشفى راشد اليوم العالم يحتفل بيوم اليوم العالمي للصحة النفسية ونحن خصصنا هذه الحلقة للحديث عن الصحة النفسية بشكل نعام طبعا الموضوع موضوع كبير جدا وفي لها يعني أمور كثيرة الواحد ممكن أن يتطرغ لها لكن ارتقينا أن نتحدث عن الموضوع بشكل عام وأيضا نحاول أن نعطي الرؤية السليمة للموضوع الصحة النفسية تحدثنا قبل الفاصل عن مفهوم الصحة النفسية عن الصحة النفسية في العمل وأيضا كانت لدينا بعض المداخلات في هذا المجال دكتور اسمح لي أنا بابتدي هذا الجزء بمسج وصلى من أبو عبد الله يقول السؤال للضيف الكريم حسب علمي المتواضع فإن منهم طرق علاج الاضطرابات النفسية العلاج بالأدوية والعلاج السلوكي فأيهما أكثر تأثيرا وفائدة لعلاج الاضطرابات النفسية هذا السؤال الأول السؤال الثاني يقول وهل للعلاج بالأدوية سنوات طويلة أية آثار جانبية صحية سلبية على المريض وأيضا السؤال أنت جاوبت عليها لتؤيد وجود أخصائي نفسي في المدارس قلت نعم تؤيد هذا الموضوع تفضل دكتور أهلا وسهلا مبدئيا موضوع الفرق ما بين العلاج السلوكي والعلاج الدوائي الاثنين وسلتين من العلاج والاثنين لا نستطيعه إجمالا أننا نقول والله العلاج الدوائي أفضل من العلاج السلوكي والعلاج السلوكي أفضل من العلاج الدوائي هو حسب تشخيص الدكتور وتقييمه للحالة يعني أحيانا إحنا مثلا عالمين وناخد على سبيل المثال مرض زي الاكتئاب بعض حالات الاكتئاب البسيطة اللي احنا بنسميها بتتعالج بالعلاج السلوكي أفضل ويجيب نتائج قد تكون زي نتائج الدواء أحيانا أفضل إنما لو الحالة تعدت هذه المرحلة وأصبحت إلى الحالة المتوسطة والشديدة لا يمكن الاستغناء عن الدواء وإجمالا في معظم الحالات لا يمكن الاستغناء عن طرفي العلاج اللي هو العلاج الدوائي والعلاج السلوكي بالنسبة للجزئة الأخرى من السؤال اللي هو هل العلاج بالأدوية حل سنوات طويلة أنا بقولها يعني كجملة واضحة طالما كان العلاج لمدة طويلة هو بأمر طبي وبأمر من الطبيب نتيجة متابعة مع الطبيب لا توجد أي خطورة وعندنا أدوية حديثة الحمد لله جدا نحين وما يوجدش منها أي مشاكل ولكن إذا أنا استمرت في العلاج مع نفسي أو بمشهولة أصدقائي أو لأن العلاج معين فادني أو كذلك ده نوع من سوء استخدام الأدوية وأنا لا أنصح بي جابي الدكتور الحال في بداية الحلقة بحدثت عن دراسة ألمانية حديث يعني أوجدت علاقة قوية بين الفيروسات والبكتيريا والاكتئاب يمكن الاكتئاب أحد الأمراض اللي يجب أن نخصص لها حلقة كاملة متخصصة في هذا المجال لكن بشكل سريع كانت هذه الدراسة مطروحة دكتور شو رأيك؟ شو تعليقك عليها؟ تعليق الأول نبسوط منك أنت بتتبع الدراسات الحديثة بالنسبة للدراسة فعلا هي من الدراسات الحديثة وإحنا عندنا دلوقتي نوع من النظريات اللي بيتكلم عن علاقة الالتهاب بالأمراض النفسية مش بس فيروس أو بكتيريا الالتهاب عموما كمكسبب للأمراض النفسية وإحنا ممكن نلاحظ حتى في حياتنا العادية لأنه الطب بدأ بالملحظة يعني إحنا ممكن نلاحظ أننا ولو عندي دور باردة أو عندي التهاب أو عندي حساسية في الصدر أو بحس بأننا مكتئب أو متدايق في الوقت اللي أنا عندي فيه حرارة أو سخونة العلماء وصلوا لنظرية لها علاقة بين الالتهاب ممكن يكون له سبب أو يكون مسبب للمرض النفسي وبدأوا يطوروا أدوية بس لسه لازال العمل عليها جاري حتى الحين لعلاج الاكتئاب عن طريق علاج كأنها مضادات للالتهاب يعني يضاد للالتهاب وفي نظرية بتبحث هل مضادات الالتهاب العامة هل هي بتساعدنا في علاج الاكتئاب ولا لا كتير من الشغل بيتم عليها ولكن للأسف حتى الحين ما وصلناش لنظرية سبتة ممكن يبنى عليها أدوية وطريقة جديدة في العلاج جميل دكتور يعني واحد من الشغلات الكثيرة في الطب النفسي نحن دائما نقول واحد أنه عنده مشاكل عاطفية هذه المشاكل لنا تأثر على نفسيته بشكل أو بآخر خذنا نتحدث عن هذا الجانب المشاكل العاطفية وتأثيرها على الصحة العقلية والصحة النفسية بشكل عام هي عواطف الإنسان جزء لا يتجزأ منه وربنا سبحانه وتعالى خلق فينا المشاعر والعواطف وميل كل الجنس للجنس الآخر وبدونها الحياة تصبح يعني جمدة وما فيهاش إبداع وما فيهاش سعادة بس الكثير من المشاكل العاطفية نتجه عن سوء فهم للعلاقة من الطرفين لو كل طرف عارف إيه المطلوب من علاقته بالطرف الآخر عارف أن العلاقة ليست أخذ فقط ولكن هي عبارة عن أخذ وعطاء حيتبقى المشاكل العاطفية في أقل ما يكون لو كل طرف مش بيحسب الأمور بس بالحساب القلبي ولكن لا بد أن يتدخل أريضا جزء من الحساب العقلي مع الحساب القلبي هتبقى أمور العواطف أمور جيدة وحتبقى المشاكل في أقل قدر ممكن جميل دكتورة الآن يعني نحن في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وأنا أخصا حين أتحدث عن إمارة دبي بالتحديد هناك دائما يعني في صبغة إيجابية في جميع مناح الحياة هذه يمكن ترجع إلى وجود قائد فذ قائد إيجابي يزرع الإيجابية في في الناس اللي حواليه يعني دائما ما نجد أن صاحب السمو الشيخ محمد براشد المكتوم ناب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي يتحدث عن الإيجابية يتحدث عن ضرورة أن الواحد يتعامل مع الأمور بإيجابية الآن أتطرق إلى مسألة أنت كفرد كإنسان كيف يمكن أن تزرع في داخلك بعض المفاهيم بعض القيم التي تساهم بشكل أو بآخر بأن تقيك من الأمراض النفسية الأخرى وأنا يعني أعتقد كانت هناك يعني أحد أحد ديكاتر كان يقول لي معظم المشاكل النفسية عند الناس سببها هو الشخص نفسه والفرد نفسه فنتحدث عن هذا الموضوع دكتوري يعني كيف يمكن أن الواحد ينظر إلى الحياة بإيجابية ينظر إلى الحياة يعني ويقي نفسه من الأمراض النفسية اللي قد تصادفه هو موضوع رائع اللي حضرك أثرته وطبعا مش بس الإيجابية يعني حضرت صاحب السمو أول رئيس أو أول مسؤول يتحدث عن السعادة والإيجابية يعني ما فيش حد قبل كده كل الناس بتتكلم عن أقاتيثير الأمور الدولة تكون مستوى الاقتصاد بس السعادة والإيجابية المفهوم النفسي الرائع ده يعني دي ناتج عن يعني إبداع هو اللقاء دبي للوضع اللي هي فيه حاليا صحيح الإيجابية والسعادة هم مرتبطين ببعض لأن التفكير الإيجابي يجلب السعادة التفكير السلبي يجلب الحزن والإحباط صحيح لو أنا كنت إيجابي في كل حاجة كلمة نعم نستطيع إحنا نقدر نعمل أنا أقدر عمل الإنسان ربنا خلقه كزي ما مسميها يعني مرن يستطيع أن يعمل المعجزات ويستطيع أن لا يعمل أي شيء صحيح أنا أقدر أعمل ويبدأ في كل مجال في مجاله والطالب في مكانه مش في أول السنة أقول لي أنا لازم أطلع الأول ليه ما أكونش أنا أول واحد الدراسة ليه ما تميز ويحاول يسعى على كده ويحس هذا الإحساس حتى كتير من كتب علم النفس بتقول أن التفكير الإيجابي بيجلب نتيجة الإيجابية صحيح التفكير السلبي لو أنا أقولت أنا أطلع الأول احتمال كبير جدا أن أنا أطلع الأول ولما أطلعتش الأول حابقى التاني بكتير للأحوال نعم لو أقولت والله أنا عايز أنجح وخلاص غالبا حصل أو غالبا حفشل كطالب يعني في مشروعي في إنتاجي لو أنا أمنت إيمان عميق بفكرة معينة وقررت أن أنا أكون إيجابي حاخد وسائل الإيجابية في حياتي وحبدأ في النجاح لو فكرت بالطريقة العكسية هحاول أفشل هحاول أنا أفشل نفسي ودي طريقة في التفكير يعني اتكتب فيها كتب كتير جدا جميل دكتور أنا يعني شوية بس بطلع خارج موضوع حلقتنا اليوم وباخد يعني رسالة سريعة مع زميل فيصل بن فارس موجود حاليا في مستشفى راشد كذلك فيصل صباح الله صباحك الله بالخير وعطنا بس باختصار شو اللي بتنقل لنا يا من مستشفى راشد مرحبا محمود قبل ما تتكلم عن موضوع اليوم العالمي للصحة النفسية في أيضا تذكر استضافنا من فترة الدكتورة دينا القدرة نعم رئيس قسم الجراحة والأوعية الدموية بخصوص طريقة جديدة لعلاج الدواري صحيح صحيح اليوم اليوم حضر الدكتور اللي مبتكر هذه العملية وقاموا بخمسة عمليات والحمد لله هو راضي عن أداء دكتورتنا وإن شاء الله يعني بيتم تعميم هذا النوع من العلاجات اللي هي تقلل الألم وتقلل المضاعفات عودة لليوم العالم للصحة النفسية اليوم طريق الممرضين في قسم الطب النفسي كانت عندهم مبادرة جميلة جدا وهي عمل بازار لمنتجات المرضى من القسمين القسم النساء والقسم الرجالي في المستشفى راشد جميل وأيضا هناك بيكون في مزاد في أحد المرضى عمل صورة جميلة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ناب رئيس مجلس لدارة مثل الوزراء حاكم دبي بخصوص فبيعملون عليها مزاد إن شاء الله خلال الدقائق القادمة إن شاء الله جميل جدا فيصل عندك أي إضافة أخرى لأن أريد أريد أن أتكلم أنا عارف أن الوقت مخلصت لما فيه ساخ الله خير شكور يا فيصل فيصل من فارس مراسلنا كان في مستشفى راشد دكتور فيصل تحدث عن موضوع ويد مهم أن المرضى قاموا ينتجون بعض الأمور وتباع في بزار معين وقال إن فيه هناك لوحة لسيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد سوف تدخل مزاد معين هل هذا طرق أو أحد طرق العلاج اللي تستخدمونها بالنسبة للمرضى ولا هي مجرد مبادرة عامة حابين تسوون دي واحدة من طرق العلاج المعترف بها عالميا وهو العلاج بالعمل نعم إن إحنا نحاول نطلع أي موهبة عند أي مريض ويحاول ينميها يعني دي أجز من التأهيلي يعني إحنا عندنا العلاج في جناحان جناح رجال وحريم زي ما أتكلم أخونا فيصل والجناحين بيبقى فيه مرحلة فيهم هي مرحلة العلاج الحالة الحد أو اللي فيها الصعوبة شوية وبعد كده بنبدأ تأهيل المريض تجهيزه للخروج للخارج كل إنسان فينا زي ما تكلمنا عن الإيجابية فيه نقطة ضوء لو استغلها كويس حيكون إيجابي وحيكون نمرة واحد في اتجاه معين فهي نفس الحكاية إحنا بنحاول الممرضين ما شاء الله عندنا بيحاولوا كتير مع المرضى بحيث إن اللي عنده قدرة على الرسم بيرسم اللي عنده قدرة على شيء بيعمله وبحيث في النهاية الرياضة برضو الاستعمال للرياضة بحيث في النهاية بيخرج بيعنده قدر من الإيجابية اللي خليه كمل الحياة على طاري الرسم واللوحات كثيرا أتذكر كان في أحد الزملاء مضغوا لسمه زين في المكتب عنده كانت فيه لوحة شي فيها دواير وهذا يعني لوحة دخلت قلت له يا أخي انت حيني حاطر لي هذه اللوحة مسوي لي عمرك بيكاسو ولا شيء ومعلقنا في اللوحة يعني شو تعني هذه اللوحة شو فيها ممحلوة ليش حاطنها قال يا أخي هذه أمي الله يرحمها هي اللي رسمت انها طبعا أنا سبوع كامل أطوف عند المكتب يعني ولا كني موجود في ديت اللحظة يقول لعمل نفسك ميت هذا اللي أنا سويته إليه إني آني قال لي يعني محمود ترى عادي تحصل يعني بس هي كانت أحد الطرق العلاج اللي كانوا يستخدمونها أن كانت الوالدة ترسم وسبحان الله يعني هذه العائلة بعد فترة عملوا معرض كامل لرسوماتها لرسومات الوالدة فرحمة الله عليها والله يرحم جميع مواتهم السنوية دكتور يعني الوقت بدأ يداهمنا بشكل سريع وايد مواضيع كان مفروض نتطرق لها لكن خلنا نتناول في هذه الدقاق الصحة النفسية في الإسلام صحة النفسية في الإسلام كانت جزء وركيزة مهمة جدا في بناء الشخصية الإسلامية جزء مهم حالك كلمت عنه وضوع الإيجابية صحيح الإسلام هو دين الإيجابية صحيح الإسلام هو دين العلم صحيح الإسلام هو اللي بيحض الإنسان على كون يكون إيجابي في الفرائد مثلا على سبيل المثال الزكاة مفروضة على المسلم والصدقة مفروضة على المسلم أي أن كان حتى يعني الصدقة في صدقة الفتر حتى لو كان فقير مجرد أن أنا أكون إيجابي وأساعد آيات كثيرة في القرآن تحدثتني مع العسري يسر كل يعباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تخنطهم رحمة الله رسول الله السلام لا تحزن صحيح أنا فهمنا الحديث الشهير صحيح فالحض على عدم الحزن الحض على الإيجابية والحض وهو ده اللي حرك الجزيرة العربية جدودنا من عرب الجزيرة العربية اللي تحركوا بهذا الدين بدون خلفية علمية كبيرة ولا شيء أنهم يفتحوا العالم كله ويقدموا حضارة ذات قيمة وشعوب كبيرة في العالم تؤمن بها وتعتنقها ده كان كله ناتج عن أنه فيه مكنون رائع من الصحة النفسية موجود جوه هذه الفكرة وجوه هذه العقيدة صحيح يعني من بين الكتب الجميل اللي جريتها دكتور في هذا المجال اللي يربط ما بين الصحة النفسية وما بين علاقة الإسلام بالصحة النفسية كان هناك كتاب لشيخ الدكتور عايض القرني اسمه لا تحزن لا تحزن الكتاب يعني يتحدث بمنطق جميل جدا دكتور من بين الأشياء اللي يقولها يقول طيب ما هي أكبر مصيبة قد تصيب الإنسان في حياته فقدان شخص عزيز على قلبه يعني وفاة الإبن الأم الأب الأخت لا سمع الله يعني الله يعطي المستمعين طولة العمر كان يتحدث طيب يقول لك أنت تأمن بالله نعم آمن بالله كان طيب أنا حطيت هذا التيرفون بأعطيك الدكتور خليه عندك أمانة جيت بعد سنة بعد عشر سنوات قلت لك دكتور عطني التيرفون اللي حطيته عندك أمانة خذت بتزعل لا طبع ليش لأنك لم تتملك التيرفون تيرفوني أنا صح ولا صح كان تأمن بالله رب العالمين يقول أن هذه الأرواح يعني استودعها في هذه الأجساد أمانة في هذه الأجساد واستعاد أمانته صح أن يسيطر علي الحزن بهذا الشكل إنه ممكن أن أشوف الدنيا سودة لا هذه أنت قاعد تخالف تعاليم الدين يمكن عدم الحزن فريضة عدم الغضب حضرت الصلاة والسلام لا تغضب لا تغضب صحيح الاثنين تعتبر كأنها يعني كأنها من الفرائد الغير الفرائد النفسية زي خلينا نقول لأنها تخلي الإنسان إيجابي تخلي الإنسان في جزء مهم في نظرية الإسلام من ناحية الصحة النفسية هي الإحساس بالسعادة بدون علاقة بمحتويات السعادة الخارجية زي ما بقولوا يعني سعادتي في صدري الناس اللي ربطين السعادة أنا مش حابقا سعيد إلا لو كان عندي قصر في الحتة الفلانية مش حابقا سعيد إلا لو كان عندي كذا الإسلام هو الشيء الدين اللي علم الناس أن هما سعدة سعادة داخلية سعادة لا علاقة بعلاقة الإنسان برب عن أي مكنون مادي الإنسان وصله صحي دكتور باسم حامد بدر خصاي أول طب نفسي من السشفى راشد سعيدين بهذا الحوار وإن شاء الله تتكرر اللقاءات هذه القادمة تشرفنا بحضرتك شكرا يا دكتور وكل عام أنت بخير حضرك بصحة أشكرا حضرك بصحة وسلامة طيب مستمعين الصحة النفسية من علامات التقدم والتحضر وقبل ذلك هي مطلب ضروري من مطالب الحياة السعيدة سواء للفرد نفسه أو على مستوى الأسرة أو على مستوى المجتمع المجتمع مسؤولية توفير وتطبيق خدمات الصحة النفسية لأفراد اللي يصل إلى تحقيق مجتمع كامل متمتع بصحة نفسية طبعا كلما تمتع المجتمع بصحة نفسية كلما ترقى ترقى هذا المجتمع وترقوا أفراده وزادت قدراتهم على العطاء وتقديم الخدمات اللي بدورها ممكن تساعد على رقي المجتمع وتطوره من النواحي السياسية الاقتصادية والاجتماعية هذا ما نشهده هنا في هذا المجتمع الجميل الإيجابي الراقي فنتبنى أن تكون حياتكم دائما فيها الرقي وسعادة والنظرة للأمور دائما بنظرة إيجابية إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في الغد تقبلوا تحياتي محددكم حمود يوسف وكان معنا في الإخراج أيمن سرحيل وفي التنسيق أشواء مسعد وحتى نلقاكم غدا دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي